حتى الأمين العام للأمم المتحد أنتونيو جتارش قادة العالم على المشاركة الكاملة والفاعلة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي ستصطديفه شرم الشيخ في نوبمبر المقبلة وأكد جتارش أن قادة العالم يمكنهم أن يثبيتوا من خلال مشاركتهم في القمة أن العمل المنقي يمثل الأولوية العالمية القصوى التي يجب أن يكون عليها يجب على المؤسسات المالية الدولية إصلاح نموذج أعمالها ونهجها في التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية بالإضافة إلى مواصلة مبادراتهم الخاصة ويجب عليهم أيضا تكفيف جهودهم للاستفادة من الزيادات الهائلة اللازمة للتمويل الخاص في كل قضية مناخية الحل الوحيد هو اتخاذ إجراء تضامني حاسم وكوب 27 هو المكان المناسب لجميع البلاد بقيادة مجموعة العشرين لإظهار مشاركتهم في هذه المعرقة